رحمن الرحيم السلام عليكم اتمنى رب الناس كلكم بخير ان شاء الله النهاردة مع بعض هنعمل اه فيديو كده نحاول اه ان نوضح فيه اه الاسايمنت اللي نزل اجابات كل نقطة ايه بحيث ان كل حد يقدر يعمل اجابة نموذجية خاصة بيه هو تمام اه ما يبقاش ملزم باجابة معينة وفي نفس الوقت يبقى جزء من الطبي ان احنا نبقى فاهمين المنهج بتاعنا اكتر او شكل الاسئلة اللي بيجي عامل ازاي بتاعنا نبص على اول سؤال مع بعض كده هو بيقول اكزامن ايتش او زا لوجك اه سيركتس بلو اند ابتين اه اكورسبوندنج بوليان فونشن فا عاوز يطلع الاوتبوت بتاع كل اه رسمة من دول ده اللي هو قصده عليه يعني اه كزا كزا اه يعني بعد كل بوابة من الحاجات اللي انت هتقابلها دي هو عايزك تحط شكل بتاعك هيبقى عامل ازاي فهنا بكل بساطة البوابة دي بي عبارة عن تمام فانا عارف ان الاود بوت هنا هيطلع اي دوت البي تمام طيب يبقى معنى كده ان في في الاخر عندنا هنا تمام اور جيت تاخل لها اي اند بي وبعد كده سي فدي عبارة عن اور جيت فهيبقى الاود بتاعها اي اند البي كل ده معمول له اور مع مين مع السي جميل اللي بعدها بيبقى عندنا هنا ده اور جيت تمام دي اور جيت بالنسبة لك فهيطلع منها اي اور البي طبعا هنا شباب اه احنا ممكن نسمي ان الاود بوت هنا اسمه اف تمام وممكن نسميها اف واحد يعني فيبقى اف واحد عبارة عن اي اي سي اور اي دوت البي طبعا مش فرقة ده وانت سميتها ان هي بتساوي اي دوت بي اور السي تعال هنا نقول ان دي البوابة التانية فتعال هنا نقول ان ده اي دوت بي وتعال مسلا نسميها ان ده عبارة عن الاكس فيبقى اللي جاي هنا اكس ونفس الكلام هنا دي اور جيت يبقى سي اور الدي وتعالى نسمي ده الواي فيبقى الاود بتاعنا تعالى نسميه اف اتنين فيبقى اف اتنين هي اكس inscre. واندي الاي اند الواي يبقى اي هياها لو انا قلت له ان هي هتبقى ايه؟ و المع الواي اللي هي سي اور دي يعني انا قدر هنا اقوله ان ده بيساوي فيبقى ايه? ايه؟ يبقى ايه؟ واند مع السي اور دي. تعالوا نبص على الرسمة الاخيرة اللي عندنا. اي وبي داخلين على اند جيت. فهي يبقى الاوت ببتاعك هنا اي ضد بي. وتعالى بنفس الكلام نسميه اكس فرضا. يبقى ده اكس. بعد كده تمشي مع السيد اللي هي داخل على انفرطر فتطلع هنا سيداش. فيبقى يبقى عندنا هنا اكس اند السيداش. يبقى عندنا هنا اكس اند السيداش. يبقى هنا مفسرة ممكن نسميها واي. فيبقى ال واي عبارة عن اكس مع السي داش. تعالى في نهاية نفترض ان ده كده الزد. تمام? يبقى معنا كده اه سوري معلش. يبقى دي ال واي جاية هنا. تمام? وبعد كده طبعا ال واي اللي هي اكس اندت سي داش. يبقى تنزل هنا هي مين? هي ال واي. دي ايه? امشي مع السلك كده. تلاقيه جاي من ال ايه. يبقى معنا كده ده ايه? دي اور جيت. هيطلع واي اور الايه. وتعالى مسلا نسمي ان ده اف تلاتة. تعالى بس نختصر في النهاية ايه هي الاف تلاتة? فيبقى الاف تلاتة بالنسبة لنا عبارة عن اه ال واي اور الايه. ال واي اللي هي عبارة عن اكس دوت السي داش. يبقى اكس دوت السي داش اور الايه. طيب ما انت عارف ان الاكس هي عبارة عن ايه دوت الايه اند بي يبقى ايه اند بي اند سي داش اهو يبقى ايه اند بي اند سي داش اور الايه. تمام? يبقى هي عبارة عن ايه دوت بي ايه اند بي. بعد كده ايه اند بي اند سي داش. يعني من هنا كون هنقدر اقول ان هي اند بي اند سي داش يبقى اند بي اند سي داش اور الا عايز تعمل لها سمبليفيكيشن هتاخد الا عامل مشترك فهيبقى في النهاية عندك واحد اور البي سي داش فنعارف ان واحد اور اي حاجة في الدنيا بكام بواحد فده في النهاية يطلع باية تمام جميل طبعا الحاجات اللي قبل كده ما كانش فيها تبسيط تمام يعني انت لو حاولت تتبسطها مش هتلاقي ان هي بتستفيد بها هاي حاجة هتلاقي ان هي بتطلع نفس الاوتبوت وان لم يكن معقد شوية عن الاوتبوت اللي انت كان ممكن بتعمل اللي هو كان موجود فبالتالي الوحيدة اللي ممكن يبقى فيها سمبليفيكيشن هي اخر واحدة عندنا وهي الايه وده معناه ان الامبوت ممكن تختازل الدايرة دي كلها ان الامبوت يطلع على الاوتبوت او كان في دايرة لو الناس فاكرة انا ادتها لك اللي هي البفر اللي هو عامل بالشكل ده يبقى الامبوت ايه والاوتبوت ايه وده اختصار الدايرة اللي فوق انا ممكن استغنى عن كل الدايرة اللي موجودة دي واعمل حاجة الامبوت بتاعها ايه والاوتبوت بتاعها ايه وخلصت الحكاية على كده السؤال اللي بعد كده هو سؤال مقالي هو بيقولك في حاجة اسمها بصوا شباب دي حاجة موجودة في الواقع اي حاجة انت تقدر تعملها بالسوفتوير بتقدر تعملها برضو بالهاردوير يعني ايه يعني مثلا لو انت عاوز اه بتعمل كود فالكود ده بتقوله الحاجة الفلانية زين كزا الحاجة الفلانية اعمل كزا الحاجة الفلانية طبعا الناس اللي كتبت هي فاهمة لانا بقوله ده كويس الكلام ده ايه الكلام ده سوفتوير يعني انت بتعمل بالكود اعمل كزا يبقى انت بتحط كوندشنز كده وبتبدأ تناقشها بالسوفتوير ازاي هيختبرها بترو او فولس وعلى اساسها بيبدأ ينفذ مجموعة اخرى من الاكواد انت برضو اللي محددها له اللي يحصل لو انا اخترت الحاجة الفلانية تبكى لنفس الكلام ده بيحصل بالزبط في الهاردوير في حاجة زي الديكودر لو انا كتبت صفر صفر فده معناه ان انا بختار اول اوتبوت على الديكودر انه هو يبقى بواحد فلو الاوتبوت الاولاني اللي على الديكودر ده بواحد فده قريدي هيوديني لدائرة اخرى بتنفذ اوبريشان معينة فانا لو اخترت صفر واحد يبقى تاني رجل على الديكودر هي اللي بواحد والباقي كله بصفار فده هيوديني لدائرة اخرى الدائرة دي بتنفذ اوبريشان مختلفة وهكذا يبقى أنا بس بدي لك مثال أنا بدي لك تشبيه مش أكتر يعني يعني عشان ناس بس إيه ما تاخدش الموضوع أن ده نظير ده أنا بدي لك تشبيه أنت ممكن تكون مستوعبه وفاهم اللي أنا بقوله لك كويس فيه تمام يبقى معنا كده المفروض يبقى أنا عندي دلوقتي كونسبت بيقول إن أي حاجة أقدر عملها بالسوفتوير أريدي أنا أقدر أشتغل عليها برضو بالإيه بالهاردوير تمام فهنا فيه إكويفلنس ما بين السوفتوير والهاردوير تمام وهنا كان العالم اللي هو الفن يومان اللي عمل implementation للكمبيوتر سيستم أو الديزاين الشكل الجديد بتاع الكمبيوتر بتاعنا هو برضو اتكلم في نفس النقطة بتاعت إن فيه إكويفلنس ما بين الهاردوير والسوفتوير تمام فهنا هتلاقيه بيقولك إن البرينسبل بتاع الإكويفلنس هاردوير أو سوفتوير معناه إن anything that can be done by hardware can be also done by a by software تمام والعكس طبعا صحية تمام بعد كده هتلاقيه بيقولك إن العالم فن يومان هو اللي حط البرينسبلس بتاعة الإكويفلنس بتاع الهاردوير والسوفتوير من ضمن بقى البرينسبلس دي بالنسبة لنا الابستركشن لييرز ودي اتكلمنا عنها قبل كده الفيزيكال ليير وهي هو جزء الهاردوير الفيزيكال ليير ده بالنسبة لنا يمثل جزء الهاردوير تمام اللي هو جزء منه اللوجيك جيتس البوابات بالنسبة لك والالكتروليك سيركيتس والحاجات دي كلها تمام جميل بعد كده اللوجيك ليير اللوجيك ليير ده اللي بيبقى على طول فوق الفيزيكال ليير تمام وده اللي المفروض هو بيجهز الحاجات لي الفيزيكال ليير يعني بيخلي كل حاجة هاي ولو والحاجات دي كلها تمام وترو فولس يعني يعبر عن الحاجات في صورة هاي ولو عشان اقدر اتعامل معاها في الفيزيكال ليير بعد كده بيبقى عندي مجموعة الاوامر الانستراكشن ست ده بقى الكودينج ده البروجراميج اللي انت بتعمله ده السوفتوير اللي انت بتكتبه علشان ينتر فيه او ينتر اكت مع الهاردوير زي ما خدنا طبعا في المري والحاجات دي كلها ازاي ان انا هقسم الانستراكشن بتاعي لمجموعة من البيتس كل مجموعة بتوصل بتوصل على دايرة معينة الدايرة دي ووظيفتها ان هي تنفذ الابريشن الفلانية بالايه بالهاردوير تمام زي ما قلنا مثلا ان يكون فيه توبيتس التوبيتس دول بيدخلوا على ديكودر علشان مثلا يختاروا ميموري من الاربعة اللي موجودين عنده الابليكيشن ليير طبعا ده الهاي ليفل اللي انت بتكتب بيه البرمجة بتاعتك سواء كانت جافا سي سي بلاس 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 سي شارب بايسون ايا كان اللغة اللي انت شغال عليها واوتوماتيك اللغة دي بقى بتتحول من الهاي ليفل الى الاسيمبلي الاسيمبلي اللي احنا درسناه في الانستراكشن سيت اركتيكتشور بعد كده بتتحول كلها لماشين لانجوج او آآ بايناري كود تمام بعد كده بتتحول لي الفيزيكال لير ان هي تتنفذ بعد كده الكمبيتنس بيقول لك بوست آآ بوست هاردوير اند سوفتوير دي بقى لازم يكون في بيكملوا بعض بمعنى صح لازم يكون الهاردوير والسوفتوير بيكملوا بعض الافيشنسي والفليكساباليتي كل دي الكونسيدريشنز اللي انا هاخدها في الاكويفلنس ببقى بين الهاردوير والسوفتوير الافيشنسي بيقول ان الهاردوير اند سوفتوير هاف ديفرنت سترينز تمام الهاردوير هو عمتا بيكون سريع وافيشن في تنفيذ العمليات المحددة يعني لو انت عارف ان التاسك الفلانية بتحتاج تتعامل بالشكل الفلاني لو انت عملت لها دايرة هاردوير فهي هتتنفذ بصورة سريعة جدا انت قد تكون لحظية فاللحظة اللي انت عايز تعملها هتتنفذ ولكن عيبه انه هو ايه سيستم فكسد سابت تمام عنده جمود كده ماينفعش يعدله يعني انت عشان تعدل حاجة انت هترجع تعدل في الهاردوير عارف يعني ايه يعني هتعدل في تصنيع الجهاز نفسه فيبقى ميزة الهاردوير انه هو سريع تمام والكفاءة بتاعته عالية الا انه هو برضو عنده جمود هو وانس انه هو اتعمل فهو قريدي هيعرف يعمل لك الحاجة اللي انت صنعته على اساسها تمام ويعملها مرة واثنين وثلاثة ومية بس هي نفس الحاجة ماينفعش يعمل حاجة مختلفة عنها عكس السوفتوير السوفتوير بيدي لك الفليكسابيلة شوي بيدي لك السماحية انك تعدل في الكود بيدي لك السماحية انك تعدل في الأوبريشنز بيدي لك السماحية انك تطور في الفكر بتاعك وفي الطريقة اللي انت شغال بيه لكن الهاردوير عيبه انه هو ايه انه هو يعني عنده سنة جمود كده يعني ماينفعش اتعدل فيه بسهولة لكن دي ماينفع اتعدل في السوفتوير بسهولة طبعا الكونسترينز اللي موجودة على الريسورسز بتاعتك ان انت عندك ليميتيشنز الجهاز بتاعك متصنع بايه الماكسمام سبيد بتاعته بايه الكلوك اللي بيشتغل عليها بكام اقصى كلوك يقدر يشتغل عليه بكام اقصى باور بكام كل الحاجات دي طبعا بتلمت الجهاز بتاعك ان هو يقدر يعمل اه انهي اوبريشنز تمام ويقدر يعملها في وقت قد ايه الميموري المستخدمة قد ايه البروسيسنج باور زي ما بيقول يعني السي بيو بتاعك كم جيجا هيرتز ولا بالميجا هيرتز اصلا على حسب كل ديفايس الامكانين بتاعته ايه اشتركوا في القناة